السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الابرار ومرحبا بالناس لما يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس لو معنا وقلو لكم مرحبا بكم في قناة شو بير دي زيت اليوم الحصار تعنا رغم اني ما نعرفش كورة اليد ما ما نتبحهاش ما نكتبش عليكم ما نعرفهاش المهم كل جزائر تربح وكنا كما يقولك محتاجين بعد 2019 كنا محتاجين اي تأهل في الفئات الشبانية في الفارق الوطني محتاجين لهذا السوالح اليوم وان المنتخب الوطني وان يفوز على المنتخب المغربي بـ 24-23 وان رئيس تببون يهنئ الخضب بعد فوزهم على المنتخب المغربي وانهنئ رئيس الجمهورية عبد المجيد تببون امس عناصر المنتخب الوطني لكورة اليد بعد فوزهم على المغرب في البطولة العالمية ونشرت تغريدة رئيس على حسابه الرسمي في موقع التويتر قائلا الف مبروك شرفتونا يا ابطال الباقية ستأتي ان شاء الله وكان المنتخب الوطني لكورة اليد قد فاز بنتيجة 24 مقابل 23 على نظيره المغربي في الجولة الاولى من المجموعة السادسة للبطولة العالمية ويذكر ان البطولة العالمية 2021 مقامة بمصر حيث يلعب زملاء بركوس بركوس الى جانب المغرب في مجموعة واحدة مع البورتيغال ويسلوندا اوه مازال دو ماتش اوه مازال دو ماتش اوه مازال دو ماتش مازال بورتيغال ويسلوندا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بلك الفوز يزيدهم دعم كبير ان شاء الله ما تكونش غي هذي بركاد المباراة الفوز بعد ما تكونش عنا نقلوا ذك العقليات نفوزوا ونجوب ونقودوا قاظبي فيها لازم عندك هنا بورتيغال ويسلندا ان شاء الله بربي ان شاء الله بربي تعادل ولا فيها تعادل هو فيها تعادل ان شاء الله بلك نفوزوا بلك نفوتوا بلك مثل انت مش تعرف رغم انني ضد هذا رئيس الاتحادية اللي حطه حداد رئيس اتحادية تعاكورة اليد اللي حطه حداد والمدرب اللي جابوه لمتهم بكي ما نقولو احنا متهم في قضية مدر فرنسي المتهم بقضية التحرش في فرنسا متابع قضائيا بتهمة التحرش الزراري يعني وين فانيك ضده بالصح الالوان الوطنية هي سبق اللعابين كانت عندهم حرارة وعرفوا كيفاش يستغلوا الهفاوات الاحساب ما نتبعش لهون بصح تبعتها وين كانت عندهم حرارة كبيرة بعد الغلاطات الفاديحة من المنتخب المغربي شلنا غلاطات ما هي غلاطات احنا مركينا لهم الكونتراتاك كيف ما هاكت عالقار دي اللي اعطاها الجوار الجوار راح مركها هذي هي كونتراتاك يسموها انا هدرو تسمى الكونتراتاك انا تبلي بلي كونتراتاك هذيك كانت هجمة لصالح المغرب وين من البد ولت هجمة معاكسة من الحارس للعاب اللعاب مركها هذيك وين ولتها ان شاء الله بربها كما يقول لك احنا يا اليوم وين نتمنى المنتخب الوطني المزيد من الانتصارات في كرة اليد نتمنى له المزيد من الانتصارات في كرة اليد لان المنتخب لان الجزائر والشعب الجزائري محتاج البسمة سبحان الله محتاجين الفرحة محتاجين كيفاش قارعنا الابا في كرة القادم نهازمنا وين ما تشوف خلينا من المنتخب الوطني خلينا منتخب الوطني إن شاء الله برب يخليفنا كوب دافريك سيكون مخليفين ما زلتنا خليفكاسيو كوب ديموند وما زلتنا ما زلتنا فين كاس إفريقيا بهذا الجيل ذهبي جيل معرز ذهبي حنا فاني كان عندنا بقيادة درواز كان عندنا ايكيب كبيرة في كرة اليد كان عندنا منتخب كبير في كرة اليد لدينا خمس ألقاب وقيلة خمس ألقاب إفريقية ما نشغلط خلص من شيء متبع بزاف المهم على بالي بلي خمس ألقاب إفريقية لنا خمسة لا سم ما نعرف أنا ما نعرفش كرة اليد مليح بسع وقيلة لدينا خمس في وقت درواز دينا خمس ألقاب إفريقية كما هكا وكان وما زل لليوم مدارس كرة اليد مدارس كرة اليد تدرس الخطة تعال منتخب الوطني تعال الكوب ديموند هذيك واهب ما تفرجناها ما نعقل تفرجتها ضع ما قلبه ربها إذا كنا وين دواء لنا خطة تعال الدفاع متقدم دواء لنا خطة هذيك الناس رجالة مننا من الجزائر وما يخدموها رجالة مننا من الجزائر وما تحطموهم وما تجيوا الناس حطموهم رجالة مننا ختمتها وين بزاف مدارس تعال الكرة اليد اللي معتار فيهم ذلك الخطة منا خدموها من الجزائر وقال للمنزل من الرجال جزائري ولم يتم عملية يقولون أنه يملكم جميلة ملودية جزائري نحن قلون بأن لعبة منتخب وطني جزائري كان عشراء في اللومي وكان ملودية وكان عشراء في كرة اليد في العملية في الملودية فوز اليوم كما شرنا المباراة وإن كانت المباراة كما نقوله إحنا يا تعقلب وإن كنا منهازمين بستة ومنهازمين بستة ومبدأ عودنا رجعنا وعودنا ربعنا في الآخر ربعنا بواحد اسمه 1-0-24.23 24-23 لا أعرف كيف يحدث هنا لأنني أعرف المهم رانا نهضره رانا فرحانين وألف مبروك يعني وانتمنى وقدام البورتيغال وقيلة مننا على يومين لا نقاوش نهضروا عن هذه المباراة صحيح هذه المباراة واخرها قلع في جديد لازم تكون عندنا هذه الثقافة خلال شرنا ربحنا صحيح واخر على جيها وقلع عليه في جديد وقلع عليه في جديد وقلع عليه في جديد بلد لقد قلع عليه في جديد وكان لا يتفيس وكيف سمعه أو لا يتفيس لقد قلع عليه في جديد لقد قلع في جديد لقد قلعه في جديد وتقول أعرف لا نتبعهم نحن نريد لعبة المنتخب الوطني في الهند أو في الكاراتي أو في الجيدو أو في البوكس أو نتبعهم لكن نجعل الأهل الإختصاص وما لا يعرفون إلا لدينا فارق أو لدينا تعم مبارا لا نعرف الشكاية أهل الإختصاص وما لا يعرف هذا المهم الألوال الوطنية أربحنا بالصح نبقى نقول لكم بللي هذا رئيس إتعادية كان سيكريتير عن حدد وحطه رئيس إتعادية في كورة اليد هذه هي هذا مكان شاهدنا كيفاش الواصير كيفاش بعث برقية شكر وتهاني وشاهدنا كيفاش رئيس الجمهورية كيفاش فانيك هنأ المنتخب الوطني للكورة اليد يعني حاجة مليحة وين تشوف يشرفوه كما هكا لعبه كما هكا ما كانوش كما تعلق إذا ولا الخسارة في الخسارة ويحصلوه في الغاشي أربح تحويش أنت الناس تخدم لك كوبرو ولا تخدم لك أنت أربح حالا نهضر على الاتحادية تعكورة القدم أربح وما تحويش على الناس ليبي كونك كما يقولك نظيف واخدم لاصلاح الجزائر تربح ومبد كي تربح دعوا الناس تبعك ليس انتهيتك ها من ها من ها من انتهيتك اختيار التواكم لا ترحوا تحصلوا في الناس يعني لازم يكونوا عندنا رجال في كل كمال يومي ربحوا ونتمنى وما يكونوا غير مباراة الأولى نتمنى تكون أمام بورتيغال بنفس العزيمة وأمام إسلندا بنفس العزيمة هذه اللي نحوش عليها وبالتوفيق إن شاء الله بربي خاتش علىه الألوال الوطنية هي هي اللي تلعب دور هي كما يقول لك الإعلام الجزائر فوق الجامعة هي اللي تلعب هذا الدور على هذه المقلوب اللي ألف مبروك ونتمنى ويكون المزيد من النجاحات للشابة فهذه اللهم يلبوها صحيح